وفي رسالة ردع مباشرة لإيران وأيضا لأذرعها وأيضا لطمأنة حلفائها في الشرق الأوسط واصلت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ مهمات عسكرية في أجواء الخليج العربي قادفتان من طراز بي 52 ستراتو فورتريس أقلعتا من قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية حلقتا عبر الشرق الأوسط في مهمة هي الرابعة منذ بداية العام والثانية منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن سدة الحكم هذا الاستعراض صلت الضوء على القدرات القتالية للقادفات وأظهر قدرات الجيش الأمريكي السيطرة على أجواء العدو وإمكانياته النشر قوة قتالية ساحقة وذلك في فترة قصيرة ترافق القادفات الاستراتيجية عادة مقاتلات يبلغ عددها ثمانية من طراز F-15 وذلك في كل الأجواء التي تحلق فيها البي 52 يأتي هذا الاستعراض أيضا بعد أقل من أسبوع من إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق في رابع هجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق وقوات التحالف منذ منتصف فبراير تعد بي 52 قادفة استراتيجية ثقيلة بعيدة المدى وتملك أيضا ثمانية محركات ويمكنها أداء مجموعة متنوعة من المهام كما أنها قادرة على حمل وإلقاء 32 طن من القنابل بالإضافة إلى الطيران بسرعات عالية دون سرعة الصوت على ارتفاع يصل إلى خمسين ألف قدم لدى القادفة نطاق قتال غير مزود بالوقود ويزيد عن ثمانية ألاف وثمانمائة ميل إضافة إلى قدرتها على حمل الذخيرة الموجهة بدقة مع التنقل الدقيق في جميع أنحاء العالم